قصة النهاردة قصة صغير بتبدأ مع هارو لما بتروح تودع زميلها في الشغل بتقولهم خلاص انا قررت استقيله وتسيب المجلة علشان هتجوز عايزها هتم ببيتي وجوزي انا اصلا من يوم ما اتولدت وانحاسة جواي كده ست بيت تحبها بيهنوها وبيتمنولها الخير ولما بترجع للبيت فجأة بتلاحظ ان فيه دوم غريبة غير بتاعتها بتسأل حبيبها كاذو هو دوم مين ديها غالي بتوتر كده وبلاد دهدية بمناسبة ان احنا بقنا لبعض ده احنا مع بعض بقنا اربع سنين يا حبيبتي اربع سنين فبتقوله انت هتستهبل ده حتى مش على مقاسي اه ترف بالحقيقة وقول لي هدوم مين دي قبل ما خلص عليك دلوقتي بيقول له صراحة كده احنا مش هينفع نتجوز بتتصدم بتقوله ليه وازاي احنا خلاص حجزنا القاعة وعزمنا المعزيم جهزنا كل حاجة واتفقنا هنخلف اتنين كمان وفجأة كده بتلغي كل حاجة هتزر وقول ان ان انت كنت خين وانا هسامحك عادي بس ما تقوليش مش هنتجوز بقول له بصي الموضوع مش كده خالص انا مش هقدر اشرح لك انت اخبة من انك تفهمي وده اخر كلام عندي صراحة انا مش هينفع تجوزك الموضوع مش بالعافية بتقوله انت عبيت ولا ايه ده انا سيبت شغل اللي بقى لي السبع سنين بدور عليه وبعد ما حققت حلمي كل ده علشان ارضيك تيجي في الاخر وتقول لي مش هنتجوز بقول له انا ملتلكي سيب حاجة انت اللي تسرعتي وخدت كل قراراتك بنفسك واول لما بتفوق في اليوم التاني بتفضل تقنع نفسها اكيدا كنت بحلم او ده مقلب اكيد هتصل عليها دلوقتي او رمز جلال يظهر ويقول لي السفون في الكلون وطبعا عارفين ان ولا فيه سفون ولا فيه كلون ولا فيه مطبخ ولا هو بيرن كل اللي بتلاقي قدامها فاتورة طويلة عريضة بين المساريف بتاعت الفرح وطبعا ما بيكونش معها فلوس تدفع ومش عارفها تتصرف ازاي دلوقتي وفاجأة بيجي لها اتصال من زميلة في الشغل بيطلب منها تصفي حسابها بتقول باس اخيرا هاخد فلوس ولا هتقول بتنتهز الفرصة وبتروح له وبتقول له بص انا مش عايز امشي لان فرحة لغى بتترجي يسمح لا ترجع تشتغل معهم تاني بيتزر منها وبيقولوا احنا للأسف خلاص لقينا البديل ليكي بتقولوا بص انا مستعدة اشتغل اي حاجة حتى لو هبدأ من الصفر تاني مش مشكلة المهم ان انا مواجدش عطلة بيقول لها صعبت علي علشان العشرة اللي بينها انا هبقى فكر وارد عليكي انتظروا منهم كلمة وهو لما بترجع للبيت بتكون خلاص فقدت الامل لكنه بيتصل بها وبيعرفوا ان فيه قسم يفضى عندهم لكنه في الشركة الفرعية بتقولوا مش مشكلة فرعية ولا مش فرعية المهم اشتغل بيقولوا خلاص يبقى على البركة وبيحدد لها معاد مع مدير الشركة ولما بتروح تقابله بتكون متفائلة بس هو بيقول لها انا عند شروط علشان تشتغلي بتقولوا بص انا موافقة على اي حاجة المهم اشغلوني بلا مش تسمع مني كده الاول بصي اولا انا عايزك تتجوزي خلال ست شهور ولو ده ما حصلش يا حلوة فانا مضطرة تروتك يعني ولما بتسأله انت ليه يعني عايز تتجوزني اوي كده فبلاقص لنا اسمات انك سيبتي شغلك علشان خطر فرحك وبعد كده تلغى وعايزة ترجع شغل العيال ده ما انفعش معاي انا عايز اللي اشتغلوا معايا تكون حالتهم مستقرة فبتقولوا معلش يعني بس مش ملاحظة انك بتدخل في خصوصياتي او انت دلوقتي في خصوصياتي ده الجواز اسمه ونصيب يعني اجيب عريس منين دلوقتي طي بيقول لها وده اللي عندي فقري كويس ورد علي ولما بتقولوا انها مش قادرة تتخطح حبيبها كازو لسه بيقول لها سهل بكرة جبهولك راكعة يترجعك ترجعيله بس كل اللي طالبوا منك تتجهليه ازبعين ولو شفتك بتكلميه هديك بالجزمة افتكر ان خذوقك وتخلى عنك بتبدأ تقلبها في ادمخها وبتشوف ان ما فيش حل قدامها غير انها تسمع كلامه علشان تشتغل معايا وإلا هتكون عطلة ومفلسة بتقولوا انها موافقة وخلاص فبيقول لها لا استني في شرط كمان بتقولوا ايه بقول لها ايه بيعني تبقى بتتفرجي على يوسف خالد وناس ان انت تعمل اللايك والاشتراك لو انت مشتركة اعمل اللايك ولو مش مشتركة فاشترك وعمل اللايك سهلة ازاي بتقوله خلاص انا موافقة وخلاص اعتبرني عملت كل حاجة وبيسمح لانها تبدأ شغل من النهاردة ولما بتنزل بتلاحظ نظرات الكل لعب استغراب بتسأل زميلتها بيبصيلي كده ليه بتقول اصل الكل عارف ان خطبتك تفسخة بارح وان كنت منحوسة وسبت شغلك ولما جيت ترجع تاني مديرك مرضاش يرجعي بتبدأ تحرق في دمها وتتريق عليها بتتصدم كده وبتعرف ان الكل هنا عارف سرها بتقول بقى ما بتدهاش وبتتاقلم معاهم وبتشتغل وخلاص ومن بعدها بيتطور الوضع وبيستغلوا انها جديدة بيشغلوها مرمطون هتسألني يعني ايه مرمطون هقولك يعني في الكبير اوي كان بيقوله عليه مهندس اما في نظام الملخصات بيقوله عليه بطلة هو بيمروا اسبوع وفاجأة بيجي البطلات نرسالها من كازو لما بتفكر انها ترد عليه بتلاقي المدير واقف وراها وبتعرف ان هو بي رائبة بتقوله لا انت فاكيران هرد لا ده ده من الاكسو مستحيل بتقفل الموبايل على طول وما بتردش عليه قبل ما يقفشها لكنه بيفضل اتصل عليها وبيكون عايز تكلم معه باي طريقة ورغم كده بتسمع كلام المدير برضو بعدها المدير بيتصل بها وبيعرفوا انهم عاملين حفلة ترحبية بها في المطعم بيطلبوا منها انها تحصل زميلها ولما بتروح هناك بيفضلوا يواسوها كده وبيقوله لا ما تزعليش المدير مش واحد زمانتي متخيلة هو اكيد خايف على مصلحتك علشان كده عايزك تتجوزي اي حد وتقهيري قلبه بتقولهم والله يا جماعة انا مقدر ان هو خايف علي انا عارف ان انا زي بنته بس تخيلوا يعني ان هو عايزنا اتجاهل الاكس ما حسسني ان انا لسه عائلة صغيرة ما نبقى ده اكلمه عادي ومرتبتش به انا للدرجات دي يعني ما عنديش كرامة يا جماعة انا مش عارف اتصرف ازاي اراضيه ولا اراضي نفسي وفجأة بيجي لها رسالة من كازو بيطلب منها يتقابله بتتصدم بتتوتر خالص كده عزيز المشاهد بس برضو بتقرر تلتزم بالخطة بتروح للمدير وبتقوله ان الاكسي بعت لها رسالة بيطلب منها يتقابله فبيقولها استني ما تردش عليه لازم نحسب كل حاجة بتقول انت يا راجل انت نسكتلك من الصبح ما صدقت الوضع عبرني دلوقت هيتور مني بسببك بيطلب انت انا راجل وافهم في الرجالة وانقلتلك ان انا هجبهولك راكع لحد عندك انت ايه ما بتفهميش بتقوله قديني ماشى ورا الكذاب لحد باب البيت ووريني هنروح فيه بيقولها حلوة اوي بكرة بقى لما تقابليه تديله من وقتك كده نص ساعة بس مش اقتر وبعدها كمان هتروح تقابلي راجل تاني وتتأكد ان هو لازم الاكسي بتاعك يشوفك وانت معاك بتقوله ان هارسويت ده هيخلص علي فبيقولها وفا ايه يعني احتمال كمان معاتش يعجب بيك او ممكن يحس بالغيرة وان هو هيضيعك من ايدي وهيرجع يجري وراكي زي البوبي المشكلة مش في كده المشكلة ان هو احنا اللي اتنين لازم ندور على واحد تاني اصلا جذاب علشان تبقى قاعدة معاه شاب كده امر له له بيخطف الانظار كل اللي جاي من على اليمين والشمال بيقول مين هذا الشاب الجبار يوسف خالد في نفسه يا جدعان بس احنا نتنزل عن يوسف يعني لانه مش فاضي وهنشوف لك واحد تاني اسمه ممثل متياقلي كده اسمه كيتا بتقول له معلش بس ازاي كيتا هيبصيلي بيقولها ملكيش دعو بقى انا هجاهز كل حاجة وبيديلها شوية نصايح ازاي تتعامل مع كازو وتحسسوا ان هو مالوش لازمة في حياتها واما حاجة تتجهلين وما تجريش وراه بيقولها خلاص كده انت بقتي مستعدة ولما بتروح تقابله بتكون متوترة وخايفة تبوز الخطة ويزيد توتورها لما بيقعد معاها بيفكرها بذكرياتهم زمان وزاكن وبيحبوا بعد كده مش بس كده كمان بيطلب انها تروح معا المطعم اللي تقابله في اول مرة وابل ما تديله اي رد بتلاحز ان يفضل معاها خمس دقيق من النص ساعة ولشان كده على طول بتعتزرله وبتقوله انها دلوقتي وراها معاد ومش هتعرف انها تيجي معاها بيسألها معاد مع مين بتقوله انها تقابل شخص بيضايق وبيحس بالغيرة بله خلاص ههوصلك على الال وفعلا بيوصلها للمكان اللي هتقابل فيه كيتا لكن لما بتوصل مش بيتلاقيه وهو كمان مش بيهتم وبيسيبها ويمشي وبتفتكر ان الخطة فشلت وبتقول خلاص بقى يلا اطالما هيا كده كده خربانة بتتجاهل اوامر المدير ليها وبتجروا وراه وبتنادى عليه بتطلب منه يتكلمه كمان شوية وانا اسف يعني ان انا كنت متسرعة في كل حاجة بخصوص الجواز بتكون خلاص وتضعف وتعترف انها لسه بتحبه بتطلب منه يرجعه لبعض لكن بيوصل المدير في اخر لحزة وبيطلب منها تركب بسرعة قبل ما تعب الكلام وبيخدها المطعم فبتقوله منك لله انا كنت خلاص هصلح كل حاجة هنرجع لبعض وهنتجوز لولا ان انت جيت وبوست كل حاجة بقول له انت عبيطة فاكرة ان هو هيرجعلك كده سهلة يعني ده كان بيستغلك وهيفضل يستغلك زي زمان وعمره ما يتغير انا فهم الناس اللي زيه وانا عارف ان هو لما يحس ان انت خلاص قدام من بين ايديه هيجري وراكي لكن طول ما انت قدامه مش هيبصلك اصلا اموما انت حرة وانا بس حبيت انصحك وانت اعملي اللي عايزها بعدها بيوضحها وبيمشي وفي اليوم التاني بتروح له بتقول له انا فكرت في الكلام وانا خلاص اخدت قرار وهمشي ورا كلامك انت بتقدم لورقة كمان بحفل زفاف احلامها وبعدها بتودعه وبتمشي ولما بترجع للبيت بتلاقي كازو واقف مستنيها بيسأل عن الراجل اللي كانت ركبة في عربية وده لانه بان عليه غاني كده بتقول ان هو مديرها الجديد فبيسألها لو بيتوعدوا يعني بتقولوا لا طبعا ايه العبت ده فبيقولها خلاص بقى اعرب منك كده وشكله هيستغل للفرصة ولا ايه بيطلب انها تروح معاك كمان على البيت علشان بطلتنا هابلة بتفتكر دغير خلاص وبتدي له فرصة وبترجع معاها هناك لكن في اليوم التاني لما بتسألها عن علاقتهم واحنا كده رجعنا للبعض ولا لأ بيعملها بسلوب اوحش من الاول وبالله انا دلوقتي مش مستعد للارتباط ولا ادخل في اي علاقات جدية انا عاوز اتفرغ لشغلي وابقى افكر لو هرجع او لأ بطلتنا بتدهي وبتعرف ان الكلام مديرها صح وان هو مجرد بيلعب بمشاعرها علشان كده لما بتوصل على الشغل بتكرر تتجنبه وتتهرب منه لانه اكيد لو عارف المسيبة اللي عملتها اهي هزقها ويفضل بص يمرمض بقرامتها الارتب وفعلا المدير بيسأل عنها لحد لما بيعرفو زميلها مكانها فبيروح له وبيطلب منها تروح للمكتب بيقول لها اعملت ايه بعد ما روحتي اتصل عليك صح بتقوله انت عرفت ازاي بيقول لها طبعا اكيد كان فاكرك انك مرتبطة بشاب جامد زي واكيد حاس بالغيرة دلوقتي بس انت طبعا لما حاول يكلمك مردتش عليه بتقول لها ايب عليك ده انا تربيتك وتعليمك وانا سهلة مثلا يعني ولا ايه ايب ايب هيقول لي يلا نرجع فاقول له يلا بينا واروح عنده البيت يعني لا طبعا لا لا بيقول لها جدع تربيتي بسمالك كده متوترة ومش على بعضك بتقول له مفيش اسنانك عانا فبينادي على السكرتيرا بتاعته وبيطلب منها تخرجها وتاخدها للمطعم وبعدها تقول له على اخطواتها الجاية للمجلة واناو يتطورها ازاي وبعدها بيسيبهم وبيمشي يقوف اليوم التاني بيجي لها التصال من والدتها بتسألها لو جابت فستان الفرح وبيكون بين من كلامها انها فرحانة ومبسوطة وما بترداش بطلتنا تكسر فرحتها علشان كده بتكذب عليها وبتقول لها انهم اقرروا يأجلوا الفرح مش اكتر بتستغرب يعني اجلوا ليه وبتقول لها مش كل حاجة جاهزة يا بنتي بتقول لها معلش يا مام اصلاني مشغولة شوية اليومين دول يعني ومش هقدر اتجوز اعمل ايه المشكلة فيه بس ما تخفيش الجناعة ستة شهر مش اكتر بتحاول تطمنها كده وتقول لها انها قريب قوي هتزورها مع كازو ولما بتقفل معها وبتروح مع السكرتيرا بتحكي لها عن اللي حصل وازي الاكس بتاعها خزواءها وده بعد ما وصلت فيه للمرة التانية فبتقول لها انت عبيت قوي يا بنتي ده بيان عليه انها شخص اسبالة انا متأكدة انك بمجرد ما تتعرفها على شاب تاني وترتبتي بيه هتقول لنفسك ايه اللي انت كنت عايشة معي اصلا قبلك كده قرف ايه ده يا بنتي افتح قلبك بس لأي حد تاني وحاول تتعرفي بتقول لها مش مهم اهم حاجة اقوها تجيبي سيرة للمديرة علشان ما يبهدنيش فبتقول لها ماشي موافقة بس بشرط تروح تحضر المقابلة دي بدالي وتكتب انت المقال بتاع المجلة فبتوافق وبتروح علشان تقابل الشخص اللي تعمل مع المقابلة اول لما بتوصل بتلاقيه شاب امور وزي ما هي عاوزة بالزبط بيعرفها عن نفسه وبيقول لها اسم شيكو فبتقول لها نفسها بس هو ده العوض والسند والظهر اللي بدور عليه هي ده السكرتيرا اللي كانت بتحكيل عنه وولما بتلاقيه ان ايده مفهاش خواتم بتقول بس خلاص هو ده جزء المستقبلي وكرة عين بتفضل طول الوقت تفكر في طريقة تفتح بها مع موضوع لكنها بتكون عجزة خالص لحد لما فجأه هو بيفتح الموضوع وبيشكرها لانها ساعدته قبل كده فبتستغرب وبتقول له ساعدتك بيقول لها اه انا في مرة كنت لابس قبل كده لبس دبدوب وهموت من الجوع وقتها انت اديتنا اكل وما تعرفنيش بيقول لها ان انت انسان طيبة قوي ويسعيد ان انا تعرفت عليك تاني وقابلتك بتتكسف من كلامه وبتحس شخص لطيف ومراعي للمشاء لكن بالرغم من كده ما بتعرفش تاخد رقم تليفونه ولما بتودعه علشان تمشي بتضايق وبتفتكر انها خلاص مش هتشوفه تاني بتوصل بطلتنا للشغل وبيجيل اتصال من كازو بيطلب منها ان هم يتقابلوا ويبات عندها زي انبارح بترفض طبعا وبتقوله ان عندها شغل كتير ومش فاضية للكلام ده فبالا يا حرام انا كنت عايز اتكلم معك النهاردة بخصوص علاقاتنا بتتوتر وبتسأله لو قرر هيتجوزها بس هو بتهرب منها كالعادة وبيقول لها انهم مش فاضي وبيقفل فوشها السكة ما خلاص يا استاذ كازو ما خلاص يا استاذ كازو ده انت انسان خنزير موت يعني في نفس الوقت ده السكرتيرة بتبعت لها رسالة بتعرفها انها عرفت المدير كل حاجة ومستعد سعيدة تصلح اللي بوزته ده ولما بتروح له بقولها انا مش نوي قلومك ولا اي حاجة انا عارف ان الموضوع من السهل بس برضو عارف انك بنا قدمى نطجة وعارفة صحة من الغلط بنا قدمى عزيز المشاهد ده كازو كان بيأكلها برسيم المدير بيقول لها بص يا انا عارف ان هو بيستغلك وبيلعب بيكي فبتقول له انا حاولت بكل الطرق انساها لكن الحب الاولاني بيفضل في القلب ما مكان مجرد لما بشوف رسالة منه او يتصل علي قلبي بيوقف بصراحة بقى انا حاس ان انا عمري ما هنساها ده غير ان انا كمان كبرت بقى عندي 30 سنة من اللي هيبصلي في الامر ده فبيفهم دلوقتي انها معندها سكة في نفسها وبالله اول حاجة علشان نعملها لازم نرجع سكتك في نفسك وتعرف ان الجميلة وكل الرجالة تتمناكي وقتها تتخطأ فبتتشجع من كلامه بتقول له انها خلاص قررت انها تبدأ من جديد وفعلا بتبدأ اول حاجة ببيتها بتشلي الحاجات اللي ملهاش لازمة وبتنظفه وبتساعدها السكرتيرا وبتفضل معها لحد لما بتخليها تعزف رقم جازو بتتخلص من اي حاجة في البيت بتفكرها بي وفي اليوم التاني بتروح للشركة بتلاقي شيكو وبعتلاقي رسالة بيشكرها فيها وبيعرف ان هم خلصوا في التصميم اللي اتفقوا عليها بتطلب منها لما تفضل تحدد له معاد جديد للمقابلة بتستعرب كده وجاب رقمها منين اصلا وفاجأة بيناد عليها المدير ولما بتروح له بيسأله عن نحة المفضل ومواصفات زوجة المستقبلي بتقول له والله حاجات بسيطة يعني مثلا عايزايا حلو امور زاكي وشطور مليونير ملياردير عندو شليف السخنة وفيلا في السقعة حاجات بسيطة كده شكليات يعني بلالة مواغزة يعني الشكليات ديت هتبصلك على اي يعني ده انت حتى لبسك مبهدل وقولك على حاجة انت هتشتري لبس جديد وانا اللي هخترهولك بنفسي ولما بيروحوا بقى للمحل بيختر لهم لبس حريمية فبتقولوني الهدوم دي بتجزي بالرجالة فبيقولهم مال احنا بنعمل ليلة مواغزة ما انت كنت عاملش بالرجال انت غبائك ده اللي هيودينا في ستين دهية كده هو اللي بيخليهم يهربوا منك قبل الفرح بتتحرج وبتسمع الكلام ده وبتشتري كل الهدوم اللي اخترها لها وبعدها لما بتروح بطلتنا تقابل شيكو بيعرفها انها تحضر الاجتماع الجديد ولما الاجتماع بيبدأ بيجي بنت جميلة تتنمر عليها بتحرجها مع كل فرصة لكن شيكو بيوقف جنبها بيسعادها وبيدعمها وبطلتنا بتتبسط بالكلام ده وبتبقى فرحانة بترجع للمكتب وبتبدأ تفكر ازاي تشكره وبتحكي لصداقتها كل اللي حصل فبيقولولها ان شيكو معروف عنه ان هو شاب لطيف جدا ان هو بيعمل النساء بطريقة لطيفة بيسئولها لو موجبة بيه بتتوتر كده وبتقول انا انا لا فبيقولولها يا بنت دي فرصيتك ده لسه صغير واكيد ما ارتبطش قبل كده حاول توقعي في حبك كده بتقولهم يا جماعة الموضوع صعب انا مش متعودة على الرجالة الكيون انا دايما بقع مع الرجالة التوكسك كده بتساول مرة حد يعملن بتيبة وإحساس بيدلعني قدام الناس وفي الوقت ده بيوصل للمدير وبيقولها ده المطلوب بقى انت لازم توقعي في حبك يا انا هتوقعي تعالي معايا يا مساهل الحال ان شاء الله لها طريقة نوقعوا بيها فبيقولها اول حاجة لازم نهتم بشكل كوليبسك بيناقلها اغلى فستان وبيطلب من بقى الموظفين يعملولها ميك اوب وعلى طول بيبدأوا بقى يشتغلوا تشتيبوا بسط وش دهان على وش سنفرة وبعد ما بيخلصوا بينبهروا الكل بشكلها ومظهرها الانساوي المدير بقى بيديلها تذكرة الحفلة كبيرة كده هتتعامل وهيحضرها شيكو اول لما بتوصل بيبدأ كل الرجالة يعكسوها مبهورين بجمالها بشكلها الفتان اللي بيجزب اي حد يا جدعان بتفرح وبتاخد ثقة في نفسها ودل ان اول مرة يحصل معا كده بتحس ان فيه امل ان حد من الموجودين يبصلها ويعف حبها لكن المدير بيلحق يصحها من احلامها وبيقمرها تفضل مركزة لان شيكو هيوصل قريب لازم يشوف شكلك بالفستان اللي انت لابسها وإلا قاسما عظما هاجيبك من شعرك ما تضيعيش كل مجهود على الفاضي انت متعرفش الوقت ده اصلا ابن مين بتتوتر بطالتنا بس بتروح تدور عليه وفي الوقت ده بيوصل شيكو على الحفلة لكن قبل ما تلحق تتكلم معا بتلاحظ ان كازو كمان موجود والمصيبة ان معا بنته وبين انه ارتبط بيها وكده بيكون بيخنها وقاوي لما بتشوفه بتتصدم وبتتداير لكن المدير بيقول لها انا نفس افهم انت ايه اللي عاجبك في الارد ده يا بيت انا عايزك تكوني واثقة في نفسك كده انا واقع لك راجل زهلو زي يشيكو بتقول له معلش يعني هو انت جاب السقة اللي في يدية اتمنين انا نفسي مش واثقة فيها فبقول لها من امك بتقول له صحيح ما هو الارد فان ام غزال فبقول لها طب شفت بقى الارد ده هيجيب لك حقك ازاي وعلى طول بيتكلم مع البنت اللي كان كازو واقف معاها بيحاول يعني ان هو يجزي بنتباهها وبينجح اكيد لكن لما بيشوفهم كازو بيجي وبيفضل يتنمر عليه فبتدايق وبيفضل يشرب عصير لمون ومعادش شايف قدامه بتقرر بطلتنا انها تروح تلحق بسرعة علشان ترجعه للبيت لكن اول لما بيشوفها كازو كده بتصدم من الفستان اللي هي لابساها فبيروح وبيعمل نفسه بيساعدها علشان تروح مديرها وبيستغل الفرصة وبيقرب منها بقول لها انا عايز سرعة من البيت لكن فجأة بتوصل البنت اللي كانت معه وتسأله عنها بقول لها ان ده حبيبتي القديمة وبينكر ان في اي علاقة ما بينهم اصلا وبيسابة وبيمشي بتستغرب بطلتنا من بجحته زي كل مرة كان بيتحك عليها لكن المرة دي بقى بتقرر انها متعبروش ولا تهتم وعلى طول بتروح مع مديرها وبتوصله وبتستنى على ما يفوق وبتعتذر له انها بوازت كل حاجة لكن بيقول لها بالعكس ده كانت احسن مرة راح فيها حفلة واول مرة يكون خارج فرحون كده بعد اما جاب حقاها انا متأكد ان انت اجمل من البنت اللي كان حبيبك معها النهاردة وكمان احسن منها بتفرح وبتشكر على كلامه لطيف وفي اليوم التاني لما بتروح على الشركة بتلاقي شيكو قدامها بيطلب لنا ان هم يخرجوا مع بعض بيقول لان هو يعزمها على الغداء وده شكري لانها ساعدته كتير الفترة اللي فاتت وبعدها بطالتنا بتبدأ تاخد بنصاحة المدير وبتتعرف على ناس وتخرج وتقابل اشخاص جديدة يمكن تلاقي حد فيهم زوج احلامها ولا حاجة والسكرترا بتساعدها لكن بالرغم من كده ما بتقدرش برضو انها تقابل فتح احلامها كلهم بيكونوا اسوأ من بعض لحد لما فجأة بيجي لها رسالة من مارو بتقول ان واحد من اصدقائي عامل حفلة جماعية بتطلب منها تنضم ليهم وبيبدأ اصحابها يشجعوها بيقول لها انت النهاردة بقى لازم تخرجي براجل تصرفي بتوصل بطالتنا وبتشوف الرجالة وكلهم بيبقوا اوحش من بعض بتفقد الامل وبتعرف انها مش هترتبط لحد لما فجأة بتلاقي ان شوكو موجود قدامها وبتعرف ان هو معزوم هو كمان فبتحاول تشجع نفسها علشان المرودة تحاول تتعرف عليه وتتكلم معاه وما تضيعش فرصتها كالعادة لحد لما بتتشجع وبتسأله عن عمره فبيقول لها انا عندي 27 سنة انت عندك كم سنة بتكذب عليه وبتقول له انها برضو عندها 27 سنة رغم انها خلاص الرابط على 30 بتكون فاكرة الموضوع يعدي لحد لما فجأة بتلاقي زميلها وهم بيحتفلوا بعيد ميلادها التلاتين بتحس انها بالاحراج بتفضل تفكر دلوقتي شوكو اجيت شايفها كذابة ومخدعة وانها بيعدي اسبوع وحتى مش بتواصل معها من بعد اللي حصل لحد لما فجأة بتبعت لها صديقتها فيديو من يوم الاحتفال وبيكون شوكو طالع فيه وبيبتسم وفرحان بيسقف لها وكأن الموضوع عادي بتفرح بتحس ان هو اكيد مش ميتدهيق منها واكيد متواصلش معها لانه مشغول مش اكتر علشان كده بتقرر تبعات الورسالة هي تشكره فيها لانه حضر ايد ميلادها وبتسأله لو فاضي لكنه بيعتذر لها بيقولها ان هو يخرج مع اصدقاء في الشغل فبتتدهي لانها عارفة ان هو مع بنت اسمها نانا وهتحضر الخروجة وهتفضل لزق فيك العادة بس مش في ادها حاجة تعملها علشان كده بتقرر انها تروح تتسوق شوية وتطلع من المودي اللي هي فيه لحد لما بيجيالها اتصال من كازو بيطلع منها يخرج وسوا بيترجاها بيقولها انا عايز بس احتفل بايد ميلادك واعتذرلك على كل اللي حصل بتوافق وبتروح تقابله في الوقت ده بيعرف انها لسه مرتبطتش وبيتكرر يضحك عليها كالعادة بيطلع منها تروح معلي البيت وبتتوتر فبيقولها ما تخافيش ده باقت الزهور اللي كنت طلبها جات على عنواني عايزك بس تيجي علشان تاخدها مش اكتر فبتقوله وماشي ولما بتوصل على البيت بتلاها نفس البنت اللي شافتها في الحفلة وبتبدأ البنت تهزقها وبتقولها انا وهو هنرتبط قريب بتطالي بقت قابليه وياريت تكتنع انها خلصنا ساكي وتخطاقي فبتقولها والله يا حبيبتي ياريت تقول له الكلام ده علشان هو اللي بيطردنه طول الوقت وكل شوية اتصل عليها ويقول لي بالله عليك نفس اشوفي البنت بتقولها مستحيلة صدائج ده قالي ان انت بنت غلبانة وهو بيعطف عليها وطالتنا بتتصدم وخصوصا بعد ما بتشوف بقت الظهور وهي في الزبالة بتحس ان قرامتها خلاص بقت سجادة وتفضل متضايقة وبتعايت لحد لما فجأة بيوصل لها رسالة من شيكو بيهنها فيها بعيد ميلادها تاني بيولها فانوها فرحان ان هو اتعرف عليها وانا شخص كويس ولطي وهنا السكف نفسها بترجع لها فبتروح تعرف المدير بتطورات اللي حصلت واني شوكو بعتلها رسالة بيولها انا فخور بيك يلا بينا على الخطوة اللي بعدها بتقوله ايه هو انا الحقيقة استريح فبيقولها يلا بنت خليها نينجز بيبدأ باية ادي لها شوية نصيح علشان تعرف تخرج معها في مويد وازاي توقعه وقولك انها بتتجاهل النصيح دي كلها وبترماه في الزبالة وبتروح تبعت رسالة لشيكو بتطلب منه يتقابله لو فاضي فبيشوف الرسالة وما بيردش عليها ياريتك سمعت كلامه بتروح بقى لاصحابها في اليوم التينتس احلوهم بتقولهم باعتلوا رسالة بس شافها وما ردش علي ممكن يكون التليفون بص انا حاسة بالاحراج يا جماعة الشكل ارتبط كده ومش هيعبرني ولا ايه لسه بيواسوها فجأة بتلاقي تسال من شيكو بيعرف ان هو فاضي ومن الاربع وموافق كمان ان هم هيخرجوا مع بعض وبسأل عن المكان فبتقوله ان هو مطعم هيجبه قوي وبتبعت له الليكيشن وفي اليوم التاني بتقابله بتروح معاه على المطعم وبيعود يتكلمه وبيجي فجأة سيرة نانا فبتتعصب وبتكون عايزة قوم تهد الترابيز على دماغه لكن بتتحكم في عصبياتها يعني وفجأة بيدخل صديقها تيتو والاول لما بيشوفها بيبدأ يعك في الكلام وبسأله لو مرتبطة ولا لأ ايا بنت ده انت عندك تلاتين سنة عجزت خلاص بتحاول تلمح له كده علشين يسكت لكنه زي المتخلف مش عارف مين ده ولا احنا لسه عارفينه ما بيسكتش خالص فبتقوم له كده بقى بعد ما بتجيب اخرى منه بيقول له اكسم بالله انا اغمض ايني لو فتحته ولقيتك قدامي لان فوخك يلا امشي بيقول له وعلى اياه ستي وعلى طول بياخد بعضه وبيمشي بيسيبها كده مع شيكو يعني وفجأة بيجي له اتصال من المدير بيعرفه ان فيه عجز في العينات ولازم دلوقتي حالا يروح يغطي بتصدم وبيعتزر من بطلتنا بيقول له انه لازم يمشي ولما بتعرف المشكلة اللي معاه بتقول له خلاص انا هاجع ساعدك بقى وعلى طول بيروحوا بيثبوتوا في العينات بيفضل يصلحوا العجز طول الليل ولما بيلاحظ ان الوقت اتأخر بيشكر بطلتنا الناس عادته بيتفزر منه وبيلان دلوقتي ده يقدر تروح على البيت وهو هيكمل للباقي لوحده فبتقول له انت عبيت يا ابني دول ست الاف عينة وهتخلصهم كلهم لوحدك ازاي يعني ايه رأيك افضل معك وساعدك وهتصل على اصدقائي كمان يجوا يساعدون لكنه بيتعصب عليها بيولان عارف شغل كويس وعملت كده اكتر من مئة مرة فبتتحرك بطلتنا وبتعتزر له وبتقول له ما كانت شخصة ده اضغط عليك ولا حاجة انا كنت عاوزة ساعد مش اكتر وفاجأة بيوصل للمدير بتاعه بيفضل يبهدوله على العجز بيوله ما هو مش علشان انت ابوك صاحب اكبر شركة في اليابان تعمل كده يعني طالما انت مش قد الشغل ما تشتغلش او روح اشتغل معاه وبيهزقه وبيسيبه بيحس بالاهراج من بطلتنا وبيقول له ان هو متعود على كده وان كل اللي حواليه دايما بيتعاملوا معاه باسلوب واقع بسبب والده بفكريني طفل مدلل وفي اي وقت هسيب الشغل وبيروح يشتغل مع والده رغم ان هو بيبذل جهد وبيحاول دايما ان هو يخلص الشغل وللأسف وقتها محدش بوقف معايا ولا بيسندني ولا بيساعدني وياما بيستغلوني علشان والده وبيعملوني بطريقة وحشة وفي كل تال حالتين انا حاسس بالواحدة وان محدش واقف معايا بطلتنا بتتأثر من كلامه وبتقوله انها تفضل معاه لحد لما يخلص شغله وبتفكره كمان انها اكبر منه وان هو يقدر يعتمد عليها ويحكي له عن مشاكله في اي وقت فبتأثر بكلامها والأول مرة بيحس ان فيه حد مهتم بيه اصلا فجأة واستكلامهم بتوصل نانا ومعاه اكل كتير وبتقولهم انها تفضل معهم علشان تساعدهم وبالرغم انها متضايقة لكن بتحترامها لانها جات تساعد تشيكو بيبدأوا التلاتة مع بعض وبقدروا يخلصوا الاعينات في الوقت المناسب وبيسلمها بطلنا بفضلهم وعلى طول بيشكر بطلتنا وبيقولها ان ده كل فضلها هي وان هو قريب قوي هيردلها الجميل وكمان هيعزمة على العشاء في اي وقت تختاره وبطلتنا بتنبهر بتقول بس خلاص بدأ يعجب بيه لكن بيجيله التصال من مدير بطلتنا وبيقوله ان هو عاوز يقابله في اقرب فرصة فباتفق مع ان هو يجيله المجلة في اليوم التاني ولما بيوصل بطلتنا بتبقى متوترة من المقابلة دي لكن على عكس ده بيكون المدير اللاطيف خالص مع شيكو بيدي له نصيح كمان ازاي يقدر ينجح في المجال بتاعهم ومش بس كده ده بيكونوا كمان اعز اصدقاء وبتخلص المقابلة وبيروح شيكو لبطلتنا بيشكرها لانها عرفته على المدير اللازيز ده وبسأله شغالة ايه بقى في المجلة مع المدير ما بتعرفش هتقوله شغالة ايه ازاي تحصولي على راجل في ستة شهور مثلا بتقول ينهاريسويت لو عارف كده هيوديني في ده بس هو كده كده هيعرف لما يقرى المجلة يعني طب اقوله ولا عامليه دلوقت ينهارابيو وخلاص لسه هتقوله بيوصل هنا زميلها فبيقوله ان مديرهم عايزه ضروري فبيستأذن منها وبيمشي فبتروح للمدير وبتقوله انها هتخرج في موعد تاني معاشيكو قريب على العشاء وبتسأله عن الخطة الجاية علشان يوقعوه فبيقوله مع نفسك بقى يا حبيبتي انا مسافر باريس بتقوله ان هاريسويت انت كمان هتسبني الواحدة فبيقولهم مال يا روحي اهوان هفضل طول عمر جنبك يعني انا ما خلفتكيش وانسيتك بس هو يعرف حاجة بخصوص المقال اللي بتكتبيه ولا وقتها يطور من بين ايديكي بتقوله طب ما خلاص بقى ما تخلينيش هكتابه قبل ما يعرف بقول لها لا طبعا انا مش هخليك اتوقع فيه غير لما تتجوزي وانتي وشاطرتك بقى حاولي ترتبط بيه في قرب وقت علشان تخلص من الحوار ده كله لكنها طبعا اول لما بتروح تحضر الاجتماع معاشيكو بتلاقي اني نانا عمال هتتكلم عن المقال المشهور عن الست اللي بتكتب ازاي هتوقع راجل في عمر التلاتين بتتصدم بطلتنا وبتحس ان الكلام عليها بتحول انها تتوى في الموضوع لكنان برضو بتفضل وراها فبتترجعها تسكت لكن شوكو بياخد بالو ان الموضوع ده ممتع قوي وبيقول ان هو هيقرى المقال فبطلتنا بتاخد الصدمة هنا وبتروح تطلب من مارو كده تدهى اجازة فبتتعصب مارو عليها بتقول لها محدش حاسس بي انا هاخد كل الشغل الواحد من بعد ما المدير سافر وانتباها ان شاء الله عاوزة اجازة علشان ايه علشان تدور على راجل جديد ما هو ده اللي انت بتعمليه في حياتك انما فكرت حبيبك القديم خانك وسابك قبل فرحك بكم يوم ليه مش يمكن انت اللي غلطانة وانت الانانية وانت تستاهلي فعلا انت تتخاني بتطلع لها كل عصبيتها لكنها لما بتفكر في كلامها بتحس بالزنب وخصوصا بعد ما بتعرف انها متوترة بسبب الشغل وعلشان كده بتبعت لشكر سالة وبتعرفه انها مش هتحضر معها على العشاء وبتكره انها تفضل تساعد مارو ورغم ان اشوكو بيتدايق لكن بيشجحها وبالها ما تضغطش على نفسها في الشغل وانها لما تفضح يعوضها وفعلا بتفضل تشتغل ولما بتخلص وبترجع للبيت بتكلمه بتعتذر له انها اجلت العشاء وبيحس ان صوتها متغير بيسألها في ايه بتعترف له انها تخانقت مع زمينتها في الشغل وبنصحها انها تروح تتفاهم معها وتحل المشكلة في عارة بوقت وفي اليوم التاني بتكرر بطلتنا انها تروح تصالحها فعلا وبتاخد معها اكل كمان فبتحس مارو بالاحراج وبتعتذر لها عن اللي قالته وبتعرف انها كانت متوترة لانها عرفت ان حبيبها متجوز وكان بيخل مراته يعني انا اللي كان بيخل مراته معاها وفي اليوم التاني بتكرر مارو تدل بطلتنا الاجازة اللي كانت عاوزاها وبتخرج مع عشيكو بيسألها عن مقالات الزواج بتقول بس كده ايه ولا هيتفاش مني بيولاها ان دمها خفيف قوي وهو اعجب بها لدرجة ان هو نفسي ويشوف الكتابة بتاعتها وبيطلب منها ان هما يبقى يخرج في موقع تاني مع بعض البطلة طبعا مش مسدقها نفسها وبتفرق وفي طريق بطلتنا للبيت فجأة بيجي لها اتصال من زميل كازو بيسألها لو كازو معاها يعني بتستغربوا بتسألوا ليه بيلاها مختافة من انبارح مشراقيين وبتروح تقابله في اليوم التاني فبيعرفها ان الشركة عملت تصفاء للموظفيين ونقلت نصهم لشركة تانية يبدأوا فيها من جديد وكازو كان من ضمن الناس اللي انتقلت ومن وقتها هو عنده اكتئاب وما بيروحش الشغل لحد ما فجأة اختفى وبيطلب منها تتواصل معاه وتتطمن عليه فبتعتذر له وبتقوله ان هما انفصلوا عن بعض ونقى دلوقتي مرتبط ببنت تانية فبيلاها البنت دي اصلا كانت مرتبطة بيه بسبب منصبه في الشركة بعدها انفصلت عنه هي كمان وبالرغم من ان كازو ما كانش مستعدة للجواز لكنها البنت الوحيدة اللي حباها في حياته وبتتأثر بالكلام ولكنها لما بتروح تحكي المورو بتنصحها انها تفضل بعيدة عنه ما تحاوليش تدخل في حياته مرة تانية فبتقولها انها تامل كده وفجأة بيجيلها اتصال من شيكو بيطلب منها يتقابله وبيعرف ان هو هيخدها على مطعم مميز جدا المراضي ومش بس كده كمان بينادلها وبيدلحها وبيلاها يا كاتيكوت انا معدتش عايز اكلمك برسمية تاني انا عايز ارتاح معاك كده يا كاتيكوت بطلتنا مش مستدقى اللي بيحصل وبتشكره ولما بترجع للبيت فجأة بيبعت لها رسالة وبيعرف ان هو هيسافر الهند كمان كميوم ولما رجع بقى عايز اقولك على حاجة مهمة جدا بتقوله بس خلاص ويعف حبه ويعترف اخيرا هتجوز فبتروح تحكي المديرها اللي بيفرح بها لان خطتهم بتنجح وبيعزمها على الغداء وفي وسط الاكل بيجيل اتصال من رقم غريب بتحسي ان هو كازو علشان كده بتكره انها تتجاه له ولما بترجع للبيت بتلاقيين قدامها وبيعتذر لها بيولان هو محتاجها بيطلب انها ترجع له تاني وبيفضل يترجوها لكن المرة دي بتقوله لأ مش كل مرة انت تعديت حدودك يعني اخون تاني وزليتني اكتر من مرة وكمان كل مرة كنت بتلعب بيها وبمشاعري بتفكرنا عيالة صغيرة بس علشان كنت طيبة معاك لكن المرة دي لأ إلا قرمتي بيولان هو كل مرة كان بيخب عنها اللي بيحصل معايا في الشغل لانه كان عايز يكون مثالي انا مقدرتش هتحمل قانانيتك وازاي كنت دايما بتكبرين اعمل حاجات انا مش عايزها انت السبب اللي خلينا اخونك لانك عمرك مهتمته وبفكرة الجواز مهتمتيش بيا مهتمتيش انا بمر بايه بطوله انا كنت بعمل كل ده علشان مين يعني مش علشان انا وانت نبقى في بيت واحد وقدر أساعدك وأسمعك بلكن انت اللي كنت متسرة انت اللي عمرك ما فكرت تسمعني ولا حتى تكترى عليها تساعدني كنتو طول الوقت مشغول ودايما صهران مع اصدقائك دلوقت تلومني بعد ما دمرت كل حاجة عموما اللي تقسر من فعش يتصلى لكن اوعدك ان احنا هنكون اصدقائك وهقف جنبك المرة ديت وهساعدك لكن انسى ان احنا نرجع لبعض تاني فبعتذر الله هو كمان على اسلوبه معيها وبيشكرها وبيودحها وبتكون بطلاتنا فرحانة لانها حلت كل حاجة ولما بتراح على شغل في اليوم التاني بتلاقي شكو كده قدامها بطلوب انها يتكلموا مع بعض بتقول خلاص هيعترف له ولا ايه هترطبت بيا فبيفجأة وبيولانا هو عاوز يخرج معي ومس سبت فبتقول ماشا لما شوف اخريتها ايه ولما بيخرجه بتكون خروجها عادية وكمان بيولانا هو هيوصلها للبيت لكن لما بتجيب اخرها منه بتقوله بقولك انا سكتلك من الصعب عمل تقول لي حاجة مهمة حاجة مهمة ايه الحاجة المهمة دي فبيولانا كنت بس عايزة ادفع فوتر الكهربا فقول تكتب في الشات بتاعك قبل منس بتقول له فوتر الكهربا مين ده انا هسود عشتك منك لله يا شيخ ده انا بقال لي اسبوع متحمسة وفي الاخر تقول لي فوتر الكهربا فبيولانا المهمة هنخرج فين الاسبوع الجاي فبتقول له خرجة روحك يا بعيد وبتسيبه وبتروح تحكي لاصدقائها بتتعصب وبتقول لهم الوقت ده شكل غبي وهيتعبني معاها اسيبه مرة بتقول لها يا بيت ايه بتقال عليه ده وقت كده فرصة ما تتعوضش مش يمكن يجي الوقت المناسب بتقول لها موقت مناسب وفرصة ايه بقولك عمال يقول فوتر الكهربا في اليوم التاني في المجلة البطلة بتتصدم بالزرة والدتها ليها بتقول لها انا عرفت كل حاجة وانك انفصلت عن كازو بتخاف كده بس بتطمنها وبتقول لها انا فهمت كل حاجة من المدير وانها بتكتب مقالات نجحة جدا والمقالات بتاعتها جبت ملايين المشاهدات ما تيلاقيش من حاجة المدير طمن ان هو هيلاقي عريس فارة بوقت وبعدين بتطمن على بنتي يعني ما جيش اتطمن عليكي المهم يا ستي انا ماشي عايزة حاجة بتقول لها عايزة سلامتك يومي بعدين المدير بيجي لها بلها واضح كده ان مامتك مستعجلة على جوازك فانت لازم تخلص وتجوزي خلال شهر واحد وبيسأل عن اخر تطوراتها مع شيكو فبتقوله ان اما بيخرجوا مع بعض لكن لحد دلوقتي ما قالش ان هو عايزة ارتبط بيا فبقولها مستني ايه يعني ما تطلب انت منه يا ست عادي اوعي تكوني مكسوفة اوعي انت عندك تلاتين سنة وهو سبعة وعشرين فبتقوله انت جيبني انا تغزقني مثلا انا برضو ست يعني فبقولها هو ده اللي موجود لو مش عاجبك خلاص استقيل من دلوقتي قبل ما شهر يعدي وهتردك فبتطر تتصرف هي ولما بيخرجه في موعد بتحاول بكل الطرق انها تقوله لكنها بتكون مكسوفة كالعادة ولما بيوصلها لبيتها فجأة بتشوف والدتها ام بتوطر ام بطلتنا بتعرض تديلي شوية اكل معاها وبيبقى محرج منها بطلتنا بتاخد الاكل من ايدها وبتقولها اما خلاص بقى مش لازم كل حاجة ياخد عغزبا عنه الام بتهتزر منه وبتقوله معلش ما خدتش بالي يا ابني بيسيبهم وهو بيمشي في اليوم التاني بتقولها والدتها انها قررت ترجع بلدها تاني انا اسف يا بنتي لو كنت سببتلك مشاكل انت وحبيبك يعني بتحس بطلتنا بالزنب فعلا بتعتزر منها وبتقولها انا اللي غلطانة علشان اتعاملت معاك كده وتروح للمجلة وبتعتزر لشيكو برضو عن الاسلوب اللي كانت بتتعامل بين بارح انا اول مرة في حتيحصل كده لاني كنت حاسة بالضغط مش اكتر ولما بيرد على انهم يتغضوا مع بعض بترفض وبتقوله انها لازم تروح تشوف والدتها بس المدير بيكبرهم كلهم يتغضوا مع بعض وفي الوقت ده بيجي البطالتنا اتصال من كازو بيولانو قابل والدتها وكان خايف منها بس هي عملتني بلطفه وقالتلي انها خلاص طالما بنتها تخططك كنستك فانا ما عندش مشكلة معاكم وفضلت تحكي لعنك وان انت لقيت يا حبيب تاني وانها بتتمنى تتجوزي فبطالتنا بتحس بالزنب اكتر وانها ازاي زعاقت مع مامتها وبتفضل تفكر ازاي تصلاحها او لما بترجع بتكتشف انها مشت بتروح لها على المطار وبتعتزر لها عن اسلوبها معاها اخر مرة لكن مامتها بتقول لها انا مسامحاك يا بنتي وفخورة ان انا خلفت بنتي جميلة ونطجة زيك وانا معاك في اي قرار سواء عايزة تتجوزي او لأ المهم تكوني سعيدة لان سعادتك اهم حاجة في الدنيا فاجة بيجي المديرة علشان يودع امها فبتستغل الام الفرصة وبتقول لها مش هوسك بقى على بنتي زب بطلها بقى عريس كده على زوءك فبيقول لها بس كده عناية حاجة وعلى طول بياخد بطلتنا وبيقول لها شوية نصايح كده وانها خلاص لازم تعترف له رسميا وترتبت به مش علشان خاطري علشان خاطر والدتك بتقول لها انا محرجة من شيكو اعمل ايه بيلعطب ايه رايك يعني اتجرابي فكرة جديدة مثلا ان اخو دي وسافري وبتعمل كده وعلى طول بتتسل على شيكو بتقول لها انا عايزة تسفر للشاطئ وبياخدها في اليوم التاني بتتشجع كده وبتقول له خلاص النهاردة بقى طريقة هطلب منه نرتبط وبتسأله لو هم بيخرجوا مع بعض لان هم مرتبطين بيقلق من السؤال وبتوتر فبتخاف وبتقول له على فكرة عادة انا ما عنديش مشاكل ان احنا نبقى اصحاب انا حبيت افهم بس ان احنا اللي بيننا بتحس انها تقيدي السيناريو التاني اللي عملته معكازه و لسه هتمشي فبيقولها بصراحة انا معجب بيكي وبيطلب منها تروح معاه الهند فبتقول بس كده اكيد يعني عايزني سافر معي بقى هيتجوزني امال هاخدنا معي يعني بصفته ايه ومش بس لا ده عزيز المشاهد الصدمة ان هو بيطلع لها خاتم بتقدم لها للجواز الرسمي وبتقول لها ده اعطلح حقيقة بتقول له موافقة خلاص وبيعتذر لها كده لان الفترة اللي فاتت ما كانش بيعبر عن مشاعره وده لانه كان خايف يطلب منها تسافر معاه ووقتها ترفضي مش هعرف عايش معاك ولا عايش بعيد عنك فبتقول له مش مهم المهم دلوقتي ان احنا هنكون مع بعض هنعمل ايه بقى في الهند انا مستحيل اسيب شغلي ولا اقول لك ايه الست ملهاش غير بيت جزء فعلا انا عارف ان انت تقدر تصرف على البيت وزيادة وملهوش ده يعني بقى ان انا اشتغل فبيقول لها ليه ملهوش ده احنا هنشتغل مع بعض بتقول لها الشركة عندكم محتاج موظفين ولا ايه بيقول لها شركة ايه انا اشتغل في محلها بيقى عصير قصب انا عايش في قرية لطيفة كده في الهند وصغيرة وابدأ حياتي من الصفر بتقول له عصير قصب ايه لا مواغزة يعني فبيقول لها ما تعرفيش انت عصير القصب ده مطلوب ازاي هناك بتقول له بس انا اسمعت ان ابوك عنده شركات وحاجات وانت ما اسمعتش ولا ايه بيقول لها لا يا بنت انا عارف كل ده بس ابوه اصلا متبر مني ومش ناوي ان هو يخليني اورس اي حاجة وانا كمان مش عايز منه حاجة بتقول له اقول تلي بقى واول لما بترجع للبيت بتفضل تفكر لو كان ده فعلا القرار المناسب وانها تتجاوز واحد عايز يبدأ حياته من الصفر بس بتقول برضو انا مش كل مرة هغلط نفس الغلطة ما دي له فرصة مش يمكن فعلا يكون راجل يقدر يصرف علي وما يخلينيش محتاجة حاجة وفي اليوم التين بتروح تحكي المديرها بيقول لها بصي بقى انا عايزك كده تفهم حاجة ابوه لازم يمول المجلة بتاعتنا باي طريقة وعلشين كده انت لازم تتجاوزيه بتقول له يعني انت كنت بتستغليني بيقول له طب ما انا اصلا خليتك تخطبيه بمزاجي وانت كنت جاي منهاره بتقول انا عايز اعرفك معلومة ده عايز يخدني معاه الهند ومش هيرجعني هنا تاني فبيقول له مالها الهند دول عندهم شروخان وبعدين اصلا انا جهزت البدلة والفستان على فكرة يا جماعة اللي موجودين في المكتب البطر هتتجو اللي عايز يوضحها بقى من دلوقتي يوضحها فبتعرف انها تدبست وعلى طول بتروح لشيكو فبيطلب منها انها تروح معاه علشين يزوره اهله فبتستغل الفرصة وبتحاول تطلب من والد ويكنع شيكو يفضل في اليابان لكنه ما بيدلهاش فرصة بينزل تهزيق في ابنه وفيها هي كمان بولانت اللي خلاكة تمشي وراعيه السازق زي ده اللي هامه ان هو يسيب شغل ويروح يسافر في البلاد ويهرب ده انا حتى سمعته ان هو عاطل عن العمل واستقال من الشركة الكبيرة اللي انا عينته فيها وهيفتح مشروع خاص به وبكرة يكون مشهوره مع فلوس اكتر منه ابوه بيقول له اقابلني وبيمشي وبيعتذر لبطلتنا عن اللي حصل وبيقول له ان هو عيحاول يقنع ابوه بجوازهم نتقاليش انت من حاجة قوله ما بترجع للبيت بتكون قلقانة ودال انها تضطر تسيب الشغل بتروح للمجلة في اليوم التاني وبتلاقي المدير القديم جايل لها بيقول له انا سمعت عن المقالات اللي هي بتكتبها عن الزواج وتشعرت قوي وان فيه منتج كبير عايزة تكتب كتاب عنه المهم هتشتغل معي ولا لأ بتقول له بس انا هتجوز واكيد هسيب الشغل فبيقول له ما فيش العبط ده انت هتفضلي معانا بتقول له ازاي ده كان شرط ان انا اشتغل ان انا لازم اتجوز وسانين ما فيش عقد ولا اي حاجة ده المدير كان بيتحك عليكي يعني من الاخر سواء تجوزتي او ما تجوزتيش كده 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 كنت هتكمل الشغل وبتكون نوي انها تتخانق معه تزاقل لانه كان بيتحك عليها لكن بتعرف ان هو شرب عصير ليمون وبتروح لشين ترجعه بيته في الوقت ده بتشوف كل مقالاتها هناك عنده وبتعرف ان هو كان بيساعدة في الترويج وان بفضلك كل حاجة تشاهر بتتأثر بكلامه لكنها بتعتذر له بتقوله انها مش جاهزة تتجوز وانها بس عاوزة تعيش في اليابان مع اهلها وتشتغل معكو في الشركة علشين كده بفكر ارفض الجوازة رغم حب الشديد لشيكو وعلشين كده بتروح له فعلا وبتقول له بص انا اسفل اني مش عارف اسافر معك للهند بصراحة انا كنت معجبة بيك لانك كنت شاب لطيف وشغال في شركة لكن مش هادر ابدأ معك من الاول ده غير ان انا عايز افضل جنب اهلي واصدقائي وكمل شغل وانا مش هغلط نفس الغلطة مرتين واسهب شغلي وبتمشي وهذا علانة وهو بيروح للشركة بتاعته علشين ياخد بقى حاجته بتعرفه نانا ان المقالات اللي بقيرها ديها بطالتنا هي اللي كتباها وعلى طول بيروح لها وبيعتذر لها لانه كان قاناني وعايز يسافر معاها بيقول انه كان بيحب المقالات بتاعتها وانه مش عايزة تبطل تكتبها وهيحاول يوكنا والد انه هيقبل بمشروعه ووقتها مش هسافر وهفضل هنا واكيد هقدر اتجوزك بيشكرها لانها كانت جنبه وبيسيبها وبعدها بيجي لها المدير وبيعرفها ان في حفلة كبيرة عاملها ابو بطنة بكرة وانه طالبهم بالاسم وبيقول لهم دي فرصة تكحاول بقى تكنقية يستسمر علشان المجلة بتاعتنا تنجح اكتر واكتر ولما بتحاول تفاهموا انها خلاص كل حاجة تلغت بيقفل فوشها السكة وتاني يوم بتروح الحفلة وبيلها بصي انا قاعد معا من الصبح دورك بقى تكنقية انه هو يستسمر في الشركة بتروح بطالتنا كده تتكلم مع ويلد شيكو بتقوله كل حاجة وبتقوله كمان على فكرة المشروع بتاعت ابنه بالله ايه انا مستحيل اوافق على مشروع الشباه ده انا عارف حماس الشباب ده كويس وان المشروع احتمال ينجح او مرة يفشى بس اللي انا عارفه ابني عارف ان هو عمره ما ينجح لانه ابن طيب ويستغلوه انا بعمل كل ده ليه يعني مش علشان في الاخر يورسني ويشتعل في شركاتي ولما بتفكر في كلامه بتحس ان هو صح علشان كده بتصرح بطالنا وبتقوله ان والده بيفكر صح وانها خطوة متورة منه علشان يسفر الهند ويبدأ حياته ما ممكن تساعد والدك هنا وبرضه لما تحس نفسك خط السكة الكافية هتقدر تفتح المشروع اللي عايزه وتفيد اهل بلدك المدير بيعرف كل اللي حصل وبيعرف ان هم غلطانين كلهم وبيروح لابو شيكو بيهزقو بيقوله ازاي تزعل ابنك منك ده ابنك الوحيد المفروض تقف جنبو مش تكسر طموحاته احلامه وبعدها بيروح يشجع بطالنا كده يكمل في اللي هو بيعمله وما يهتمش بكلام حد وبعدها بيروح لبطلتنا يا كمان وبيلاها بص يا بنت يا ميلي اللي رياحك مش عايزة تتجاوزي ما تتجاوزيش هم اللي تجاوزه خده ايه يعني ما خدهش غير خراب البيوت والطلاق عايش سنجي لابنتي عايشي البطلة بتتأثر بالكلام وعلى طول بتروح لابو شيكو وبتترجاه يا كمان ان هو يسمح لابنه ان هو يشق طريقه ويعمل المشروع اللي عايزه وبتقولها على فكرة شيكو ده واخدك مسا ليه علشان كده دايما بيجي لك وياخد رضاك الاول قبل اي حاجة بيحبك ومهما عملت فيه دايما بيحبك نفسه يجي اليوم اللي هترضى عنه وبطلنا بيروح وبيشكرها على اللي بتعمله وبيعرفها ان هو للأسف خلاص قرر يسافر يتمنى لها التوفيق لشغلها وبيوضحها وبيمشي بتتأثر بالكلامه وبعزمته وبتقرر انها تتجاوز وتسافر معك كمال للهند وان هما الاتنين هيبداوا مع بعض من السفر وبعدها بتروح للمدير وبتفرحه وبتقوله انها خلاص قررت تتجاوز وتسافر وبتطلع على بيتها بوشيكو وبتخليه صور له فيديو كده وهو بيقول لابنه انا موافق يا ابني على كل اللي انت بتعمله وهسندك وهبقى الضهر ليك بطلنا بتحمس وخصوصا بعد اما اخذ رضا فوق وخلاص بتقوله ودلوقتي ندور على قاع علشان يتجاوز بيقول لها ان ندور يا غالي وفي اليوم التاني بيحجزوا اكبر قاع وبيعزموا كل اصدقائهم وبيعيشوا مبسوطين ومن هنا بنتين مسلسل الجميل وعهدرتك عندك عظمة موجودة شبه ده كتير بقدر اقول لك ممكن تلف لفها تشوف العظمة ديت واحنا مس عليك كويسة سلا